اي لقاء في الدنيا مهما كان سيء نيجي نقول اي لقاء في الدنيا بس احلى عاجل فيه الاهداف صح اللقاء ده من سوق ان حتى الاهداف كانت عشو ايه يعني الاهداف نفسها ما كانتش فيها اي جانب يا كريم تحس انه هو هجمة واعدة انتهت بهدف صح يعني حتى ضربة الجزائر جات للداخلية كانتش هجمة بس وعلى عيب الزمالك تدخل ومالع انفراده بس ممكن اقولك لا تحيلوها بس عمر جابر ده حقيقة بصراح يعني عمر جابر انا برضو فرصة اتكلم معاك فيه واكلم مع اسلام عمر جابر في كتير من الاحيان كان يظلم وينتقد في كثير من الاوايات كان ظروف الفرق بتبقاش جيدة تحت لنا في فترة اسوريو انه الطريقة بتاعت الراجل ما كيتش جيدة انه الشغل الفني ما كيتش جيدة دايما كانت الناس تيجي على عمر جابر كواحد من كباتن الزمالك بس دايما مكتهد جدا وتحسوا دايما عنده دوافع جهزة يعني طول الوقت موجود ومخلص جدا في الملعب وبيقدي بشكل جيد هو عمر منها الموسم اللي فات بشكل جيد على فكرة من اول بطولة العربية ومن قبلها كان منها الموسم اللي فات بشكل جيد واستمر معا الموسم ده وفيه درس ده عمر جابر اللي عيبه كتير في مصر اللي اهتمام بالجانب البدل لو نفتكر كلنا كان فيه صورة نزيزه في بداية قبل بداية الموسم مع عمر جابر في الجرم وقال انتظروا عمر جابر ده نموذج احنا كانت الناس اتعاملت مع الموضوع بترقب طب حنشوف بقى عمر جابر فعلا مقدم افضل موسم ليه مع الزمالك رقميا منذ لحظة الصعود ويمكن افضل موسم ليه من فترة كبيرة جدا عمر ساهم مع الزمالك طول ما سرته في 23 هدف منهم 6 اهداف الموسم ده صناعة 6 اهداف وتسجيل هدف يعني ساهم ب7 اهداف وده يعادل افضل اقل لسه من هدف فافضل موسم في تاريخ عمر جابر 2014-2015 مع فريرو لما زبا خادت دوري كان عمر سجل اربع اهداف وصنع اربع اهداف بس كان بلعب ساعتها في وسط الملعب ارتكاز مساند عمر في الزهير الايمن صنع 6 اهداف وسجل هدف الموسم ده وده تحسب لعمر جابر والموسم لسه منتهاش اعتقد عمر يقدر يزود في رسيده هدف او اتنين يخلوه عامل افضل موسم ليه من ناحية المسامة الهدف المسامة الهدفية سواء بالصناعة وبالتسجيل